قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة جامعة النهرين يقيم ندوة بحضور أقسام الجامعة للتعريف بآلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للأوامي 2021 إلى 2026 أجرينا اليوم الندوة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية المقررة للجامعة للسنوات 21-26 والتي تتضمن خمس محاور تتعلق بالتدريس والبحث الألمي وتعظيم الموارد والجودة للجامعة والتي نتأمل تحقيقها خلال السنوات القادمة بنسب تنفيذ عالية وهدفت الندوة لبيان مكونات نظام التخطيط الاستراتيجية والتي تتضمن أدت محاور من بينها تطوير الخطة والخطة الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتقييم الخطة اليوم عقدنا اجتماع مع أقسام رئاسة الجامعة لغرض بحث وضع آلية التنفيذ هذه الخطة التي هي متألفة من 113 إجراء وساعين إلى أن نحقق أكبر عدد من هذه الإجراءات لغرض الوصول إلى مركز في المستوعبات ندخل المستوعبات العالمية ونحقق هدف أسما للجامعة هذا وتضمنت الندوة عرضا عمليا لآلية التنفيذ شميل نماذج علمية عملية تعمل على تقديم خطة عمل قبل التنفيذ وآلية سير العمل وما ينجز بعد التنفيذ للإسهام في الارتقاء بوضع الجامعة وتحقيق تقدم أكبر يضاف لمنجزها الحالية